بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي في البداية ان انا هتقدم لكم جميعا بحقيقة باحتفالات اكتوبر الزكرة 51 لنصر اكتوبر سنة 73 والحقيقة لازم نتوقف هنا كلنا على مرور 51 سنة من العمل الجاد والنجاح المبهر الذي حققته القوات المسلحة خلال هذه الحرب وانا هكون دايما في كلامي معاكم يعني هكون موضوعي واقول ان الفترة دي كانت فترة صراع وكانت فترة قراهية شديدة في المنطقة عندنا وكان الجيش المصري ساعتها في محنة كبيرة وكان فرق الامكانيات بين الجيش المصري في معركته اللي هي معركة 73 فرق كبير قوي ولكن ارادة القتال ارادة القتال لتحرير الارض ارادة القتال لتحرير الارض كانت في ذهن وفي قلب مش بس الجيش المصري في قلب كل مصري وحدثت حرب اكتوبر ولأكدت فيها ان رغب الفرق الكبير في الامكانيات الا ان النصر ممكن يتحقق بالارض المهم في النقطة دي اللي انا عايز اقولها ان بعد 51 سنة القيادة اللي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا واستطاعت ان هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا وكانت بتقول ان احنا قاتلنا من اجل السلام نستعيد ارضنا وهي دي مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على ارادة الدولة وحماية حدودها وده امر اتصور ان هو من افضل واشرف المهام اللي بتقوم بها اي قوة او قوات عسكرية لأي دولة انها تحمي بلادها وتحمي حدودها